انبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة جدا لدعم الاقتصاد المصري هذه القرارات شملت محاور كتير بتستهدف تعزيز الاقتصاد التصدي للتحديات اللي بتواجهه كمان مجموعة من فتح لأفاق لفرص استثمارية وتدفق للأموال الخارجية داخل الدولة المصرية انبارح كان فيه خبر مهم جدا ان السيد مدبولي أعلن عن استثمارات سعودية جديدة تصل قيمتها إلى حوالي 5 مليار دولار ووضح ان هذه الاستثمارات هتكون في قطاعات مختلفة زي قطاع الطاقة وبش مرتبطة بودائع لكن هتدعم الشراكة الاقتصادية المتميزة ما بين مصر والسعودية وطبعا هتوفر فرص عمل كتير وتفتح أبواب للاستثمار خلونا نعرف تفاصيل أكتر ما عضفنا اللي منورنا النهاردة محمد أبو عاصي الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الاقتصادية صباح الخير ومنورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم صباح الخير على كل مشاهدين برنامج صباح الخير شفت إزاي وقرأت إزاي لقرارات سيادة رئيس الوزراء بالأمس في المؤتمر الصحفي الأعلان كان هناك قرارات اقتصادية هامة جدا للمواطن المصري هو بداية يمكن أكثر حاجة ممكن نركز على الفترة الأخيرة هو تحركات الحكومة المصرية وإن هي بدأت تقتنع أن القطاع الخاص لفترة من الفترات هو المفروض يدير الفترة دي بالتحديد كما بدأت تقتنع أن يكون عندنا استثمار أجنبي وأن يكون فيه دعم للاستثمار الأجنبي ده أسوة بالاستثمار المحلي وأن يكون فيه تقارب ما بين وجهات النظر في النحيتي وجود استثمارات سعودية على أراضي المصرية في التويت الحالي بيوصل الرسال مهمة جدا مبدئيا أن السوق المصري بيتكمل مع السوق السعودي وكان كمان السوق الإماراتي لأن السعودية الفترة الأخيرة بتطرح كم كبير من الحوافز والميزات معروف عندنا في اتفصاد من رأس المال مالوش وطن مالوش أرض بيتعامل فيها أو مالوش جنسية وبالتالي السوق السعودي الفترة الأخيرة بيقدم كم كبير من الحوافز الاستثمارية زي بقى يعفاءة ضربية وعفاءة جمهوركية زي 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 نقضي كلها يعني ممكن يكون فسر خطأ من البعض أنه ممكن أنه يحصل هجرة الاستثمارات من بعض الدول العربية منها مصر منها الإمارات منها قطر للسعودي لكن اللي بيحصل لمحدش يخد باله منه أو لمحدش عارف تفاصيله بالتحديد إن في تكامل ما بين الاستثمارات المصرية والسعودي السوق السعودي ملزم ومحتاج وفي أمس الحاجة للسوق المصر والعكس وبالتالي لازم يكون فيه تكامل ما بين السعودي لازم يكون فيه هناك شركات وهناك شركات أنا عندي في السوق المصري بالتحديد عندي ميزة ممكن تكون مش موجودة في السوق السعودي وهو موضوع القدرة الشرائية مصريين معاهم فلوس أو معاوش فلوس هو بيحب يشتري فبالتالي دي ميزة بتنفع كم كبير من المستثمرين وبالتالي السوق السعودي وبتحول الاصطناع والاستثمار لازم يكون فيه مجال حيوي بيشتغل فيه من ضمن المجال الحيوي ده السوق المصري ودي الرسالة المهمة اللي وصل ان انت كسوق مصر لست زيادة او لست بالمصطلح البلدي او الشعب بدون تجميل المصطلحات انا مش عالة على الاسواع اللي حواليها العكس انا مكمل للاسواع سوق جاذب سوق جاذب لاستثمار لان عندي حاجة اسمها القدرة الشرية ودي حاجة احنا بنقدرها شوي في الاقتصاد سيد محمد لو اتكلمنا شوي عن الحديث عن ضخ خمسة مليار دولار استثمارات سعودية مباشرة والتأكيد على انه هذه الاستثمارات غير مرتبطة بفكرة الودائع لا احنا بتكلم هنا على استثمارات مباشرة نوضح ده اقتصاديا معناه ايه ومردوده اقتصاديا كمان على واقع الاقتصاد المصري الفترة دي كان تم اعلان مجموعة او على فترات كان في زيارة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وكان معاهم وزير الاستثمار موجودين في السعودية وكان تم طرح مجموعة من المحددات زي موضوع الاستثمارات المصرية السعودية والسعودية المصرية اللي محدش ممكن يركز معا قوي ان الاستثمارات السعودية متغلغلة اصلا في السوق المصر احنا عندنا كمة وحجم الاستثمارات بيوصل تقريبا من 32 ل 35 مليار دولار استثمارات سعودية مباشرة في السوق المصر فده نقطة النقطة التانية لما يجي النهاردة البنك المركزي المصري والحكومة المصرية لديها توجه واضح وهو استقلالية الاحتياط النقد لدى البنك المركزي المصري فالنهاردة لما تم إعلان أن فيه 5 مليار دولار وبعد كده فيه 10 مليار دولار أخرى العشرة مليار دولار دول هيكون من ضمن الوداء السعودية الموجودة في مصر ثم 5 مليار جديد عايزة أقول لحضرك أن الرقم ده مش قليل في سوق الاستثمارات الدولية وخصوصا أن السعودية دولتي بمركزها معاك في نقطة تانية خالص وهي نقطة مش بقى الناحية المعمرية لأدى العكس يعني بدون ما تقصد أو يمكن تقصد أنها تتكامل مع الاستثمار الأماراتي في رأس الحكمة مثلا أو الدخل مجموعة من الاستثمارات في قطاعات بقى السياحة وغيرها لا أنا داخل نقطة معينة اللي هي نقطة التعديل وممكن دي معلومة عندنا كصحفيين أنه ستتوسع في استغلالة قطاعات التعديل وقطاعات البترول والنفط وقطاعات الغاز حتى اللي هي مفروض الحقول بتاعت النفط وحقول الغاز الطبيعي هي هتدخل تنميها دخل الاستثمارات ترفع نرجع مرة تانية لرجوع لإنتاج الغاز من حقل ظهر وده هيحل أزمة قصادية كبيرة جدا نقطة بقى بس نسيب موضوع الغاز شوية بس أنا أتكلم في نقطة اللي هي الاستثمارات أنا الاستثمارات دي هتترجم عندي لدولار هيتضخف السوق المصر وبالتالي أنا عندي أزمة تمويل أصلا متواجدة وفجوة تقدر تقدر حتى الآن بحوالي 75 مليار دولار على مدارة 3 سنين الجاين فالفجوة دي بتتسدد كم من الاستثمارات المتواجدة في السوق وبالتالي بقل الاعتماد على الأموال الساخنة النقطة التانية المهمة جدا أنها عندي كم كبير من الضرائب هيتدفع أو صحيح مصر هتقدم برضه وبتقدم أفاقات ضربية وعفاجهم وكياب المصر بس في النهاية في ضرائب عند فرص عمل بتتواجد عند سوق مفروض أن أنا بنوع في فرص العمل المتواجد عند منتج هيتصنع على أراضي بتاعتي وعندي قيمة مضافة هتضاف للحقول الغاز والاقتصاد القومي فبالتالي بفيه عملية تنمية حقيقية متواجدة على الأرض يعني حالك تقول أبرز القطاعات اللي هيكون فيها إثثمارات سعودية في مصر لقطاع التعدين والطاقة الطاقة بشقها السنية والسلاسية اللي هو فيما يخص الغاز الطبيعي المحروقات والسلار والنفط وحقول النفط لأن مصر بتتوسع الفترة الأخيرة في عملية حفر عبر وسواء جاز أو نفط الناحية الثانية الكهرباء سواء الطاقة الشمسية أو حتى الطاقة الكهربائية اللي هي محطات الطاقة اللي هيتم وعملية ربط الكهربائي ما بين مصر وما بين السعودية النهاردة الكهرباء المصري هتتواجد في السعودية طبعا دلوقتي اللي بشوفنا هقولوا وإحنا عارفين نكفي الكهرباء داخليا لما هنكفيها خارجيا هقول لحضرك أن أنا ما عنديش مشكلة في البنية التحتير الكهرباء أنا عندي محطات تقدر تخليني أعمل قدرات ربط الكهربائي كويس جدا لكن المشكلة عندي في عملية التشغيل على موضوع الكهرباء كان فيه تصريح مهم جدا جدا لرئيس مجلس الوزراء مبارح بعدم العودة مرة أخرى لقطع الطايرة الكهربائي أو خطة تخفيف الأحمال قولا واحدا وصريحا من دولة رئيس الوزراء إنه مش هيكون فيه عودة مرة أخرى لقطع الطايرة الكهربائي كمان وعد بتوفير أو يعني ذكر بتوفير حوالي 7 مليار لإقامة مشروعات طاقة نظيفة وطاقة جديدة ومتجددة الفترة المقبلة أريد التصريح ده إذا فأنا أنا أريد أولا أشكر حضرتك على السؤال ده بالزيد السؤال ده لي كذا شق وكم شق دول أكتر خطورة من بعض أول حاجة فيما يخص تصريح رئيس الوزراء فده تصريح ده المتبع أو المفروض ده وجبك حكومة أنك توفر للطاقة بغض النظر عن الاتزامات والضغوط وأنا مقدر بس الحكومة وجدت لأنها تحسب في النهاية على الفواتير سواء فواتير تشغيلية أو فواتير إدارية فده شيء إداري في الأول وفي الآخر وممكن لو كنا في زمن غير الزمن وتوقيت غير التوقيت كان ممكن المواطن يتحمل اللي هي عملية الإخفاق الحكومي في النهاية يتم تشغيل محطات الكهرباء كامل لكن دلوقتي في ضغوط عالمية وضغوط محلية وفاترة إصلاح اقتصادي طيب المواطن ده شيء طبيعي إن هو يرد عليه وليه لا إحنا عايزين نحتفل إن شاء الله زي اليومين دول كمان عشر سنين بإن لما تم من قطاع الطائر الكهرابي نهاي ده بقى الإنجاز الصحيح ده الإنجاز الصحيح طيب دي نقطة طيب النقطة دي خطورتها في إيه بالتحديد النقطة دي فيه عند شقي شق إفريقي أنا عند النهاردة الحكومة المصرية بتتوجد بشكل يومي وهنا السيد باسير الخارجيهم كان بيقوم برحالات مكوكية كافة الدول الإفريقية طلبة من حضرتك طلبة واحد بس وهو تبدوم السلعة الأغلى وهي الكهرباء ومصر اللي بتعرض الورقة دي لإنه عندها الإمكانيات التشغيلية إمكانيات المحطات فالنهاردة أنت عندك ربط الكهرباء دلوقتي بيتم المناقشة أو التواصل مع السودان لرفع قدرات طارق الكهرباء ومن السودان هيبقى الإيرتريا وعندك الكهرباء الناحية التانية في ليبيا عندك كمان بنتكلم على اليونان يعني الموضوع بس مش دول وحعديها الناحية التانية السعودية السعودية أنت بتتكلم بقدرات 1500 ميجا بنتكلم في منتصفة فيه 25 وال1500 الآخرين بمنتصفة 26 فالنهاردة قادر أن أشتغل وعندي كم كبير من الاستثمارات الإماراتية وعندنا برصة كهرباء بيتم دلوقتي استعداد لإطلاقها فده شيء موضوع كم طيب نقطة بقى مهمة جدا وهي نقطة أننا عندي موضوع الكهرباء أنا بنتي الكهرباء إزاي وإيه الوضع وهي عندي إمكانية أن أطلع طاقة كهربائية تخليني في يوم الأيام متسيد التصدير والشغل مبدئيا وزارة الكهرباء بتحاسب على السولار أو الغاز بالدولار فده مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة زي أن أنا مواطن مصر متعاقد مع وزارة الكهرباء على أن أدفع بالجنين حسب ما تم إعلان رئيس الوزراء والعهدة الأرقام ترجع لي أن أنا بنتج أو تكلفة الإنتاج كلها حوالي 10 جنيه الكيلوات في الساعة أو حسب ما تم إعلان الدولة أو إحنا كمواطنين بندفع فيها من 60 إرش ومتوسطة لحد جنيه ونص وفي زيادة في وطير الكهرباء لفترة الأخيرة جدا لأن الدولة بدأت ترفع الدعم بشكل جزء وكمان بدأت تحاسب على موضوع سرقة الطائر الكهرباء فأنا النهاردة كدولة محتاج أوفر دولار كوزارة الكهرباء وعشان أبدأ أشتغل يبقى النقطة هنا أنا كمواطنة مش أدفع لك بالدولار إطلاقا وحتى لو دفعت لك بكميات كبيرة من الجنيه أنا عايز أحول الجنيه دولار عشان أحوله حضرتك تشتري من بر فأصبح وزارة الكهرباء نهاردة بتدور برا السندوق أو ده اللي كان مفروض يحصل إن أنا لازم أصدر كهرباء طيب من عندي سد جوليس ودولة أفرقية كمان أنا أصدر كهرباء فترجع لي بالعملة الصعبة أنا النهاردة حتى لو دعمت المواطن أو رفعت عنه الدعم فيما يقص الكهرباء فأنا على أهل اللي قادر إن أنا حقق النقطة دي عندي سد جوليس نيري في تنزاني وده إنتاج مصري بلاق المصري ما قوليني عربي سويد إلكتريك اللي هم إنشأوا السد ده ده سد حكومي مصري حد الشي عرفه حكومة مصرية اقترضت وآخدت من ميزانيتها ما يقارب الثمانية وعشرين مليار دولار عشان يتطاف بس أو يتضخ كمساعدات للدول الأفراقية وإنتاج السدود سد جوليس نيري تكلفة بتاعته حوالي 2.8 مليار دولار جميل طيب يعني كام المشروع سواء فيما يخص بقى محطات التخزين أو محطات الإنتاج إجمالي استثمارات 5 مليار دولار حكومة مصري جابتهم من إيه ما هو ده مصر ده على يعني عشان تقول فلاخل انت بتختارد ليه أو بتشتغل ليه فموضوع الكهرباء ليه شقين أو ثلاث يعني نقط نقط تكلفة نقط داخلي نقط خارجي لازم ناخد بلنا من نقطة عشان كده تلاقي دايما مهما رفعت سيارة تهارة طبعا أنا لو أعدت مرة تانية إنتاج الغاز من حقول الغاز الموجودة هقدر برضو أن أنا أعدل في المعادلة دي وأقدر أحلها بشكل كبير إن أنا مش هاقترد بشكل أو مش هستخدم العملة الصعبة فإن أنا أجيب الغاز الطبيعي من برة فأقدر أكون على الأقل في اكتفاء ذاتي حضرتك إحنا سوء أو سوء الدولي كله يعني أصغر مما تتخيل النهاردة أنا في سوء الدولي ده فيه منتج وفيه مستهلك فيه حد بيشتري وفيه حد بيبيع فالنهاردة عملية إن أنا أتحول من إن أنا أشتري وبيع ده مش سهل دي حاجة لأن فيه شركات مش هيصرها بأي حال من الأحوال إن حضرتك تتحول إنك إنت تنقطة أنا مش من أتباع نظرية المؤامر لكن ده موجود مشاريع بنكون واضحين في النقطة دي طيب موضوع الغاز أو فيما خص الغاز بالتحديد إحنا كنا تحولنا لإكتفاء الزاتي 2018-2019 مع تشغيل حقل زهر وإن كان بنهاية 2017 كان تم تشغيل حقل زهر فدي كانت قصة بقى وكان 40% من إنتاج الحقل أو الغازة في مصر بيجي من الحقل ده بالتحديد قلنا إن إحنا هنحاول أو ننتج يوميا في حدود أول مبادئ الإنتاج كان في حدود 980 مليار قدم مقعب يوميا فدي نقطة بعد كده ارتفعنا لحد من أصول 2 مليار وبعدين لا 980 ألف قدم مقعب فوصلنا لـ 2 مليار وبعدين 2-9 وبعدين بدأنا ننزل تاني لحد اثنين لحد ما حصلت أزمة حقل زهر الكبيرة واللي هنا بقى إحنا كمسؤول مصري لازم دايما أتعود أننا ما حاولش أنا عارف أن حقل زهر كان ليه اعتبارات معينة في 2017 وجاي في توقيت الدولة عايزة تاخد فيه إنجاز ولو رمزي اللي هي سياسة الخبر المفرح اللي بيحرك الأسواق وبيحرك مشاعر المواطنين نكمل معي ده أكبر من حقول الغاز في مصر وده اللي هيريحني وده اللي هينتج وده وده ده اللي تم تصويره للمواطن المصر وده مش خلاف الحقيقة بشكل كامل لكن الحقل بعد تشغيله في فترة بدأت إنتاجيته عالمياً زي وزي أحق تقل فبالتالي النهاردة بدأت الحقول التالية نتيجة بقى حاجات كتير طبعا سيد محمد معلش يعني برضو كمان من التصريحات مبارح الحديث عن مناطق جديدة للتنمية في سحل البحر الأحمر من أربع إلى خمس مناطق زي ما شفنا التنمية في السحل الشمالي ورأس الحكمة لأي مدى في مناطق أخرى جديدة وواعدة لجذب الاستثمارات وتحديدا منطقة سحل البحر الأحمر احنا عندنا كدولة مصرية عارفين أن التوقيت الحالي أو الحكومة المصرية أو القيادة السياسية الموجودة في مصر والنظام الحاكم شايف دلوقتي حالياً أن ده توقيت تبديل كرس تبديل كرس على تروزة العالم للإدارة والاقتصاد وبالتحديد الدخل اقتصاد في العالم كل وما يحدث في العالم كله سواء في مظاهره سياسة أو عسكرية هو في الظهر اقتصاد بشكل واضح فبالتالي هي بدأت الفترة الأخيرة تشتغل على النقطة أو محور تابي التحديد أنا عندي حاجة في العالم سلعة رائجة اسمها المناطق اللجستية عندي سلعة اسمها السياحة عندي سلعة رأس مالي لازم يتواجد في السوق ما احترامنا لإقتصاد الشيوعي والكير الشيوعي والقصص دي كلها لأن خلاص الاشتراكية والشيوعية ما عادتش لهم حتى المجلول الإقتصاد الطاحب ما عادتش يقتر ما عادتش الدولة تتحمل الدولة معروفة في أي مكان في العالم صانع سيء وتاجر أسوأ وغير جديلة بالمنافس يعني ما ينفعش أنها تنتج وما ينفعش هي التاجر وما ينفعش لأنها بتغلب العاطفة وإن أنا بقدم بتتم تنميتها وعشان يتم طرحها طيب طرحها المين للمستثمرين الأجانب والمحادية طيب أو إحنا كده بنبيع أصلنا ده سؤال مهم لأ أنت النهاردة مش بتبيع أصل أصلا تدير تجي طارح الأرض أنا عندي مدينة الجلالة حكومة حتى الآن لم تعلن على كم المشروعات اللي فيها بس شكلة كويس جدا عندي خمس مناطق على البحر الأحمر دي سلع عرائجة في التوليد ده النهاردة عندك في نحية تانية منافسين وأنا بتكلم عن السوء السعودي متكامل بس في النهاية هو منافس أنا بتكلم عن جميع منافس كان بيظن أو حابب يطور منطقة سحل البحر الأحمر لكنه ما يطورهاش هل هو قصر؟ لا مش قصر بس هو ما عندهش الإمكانية أو بمعنى ضد ما عندهش الإحتياج اللي أنت بحتاجه فأنت النهاردة لأنا عايز تعالى خد الأرض بطريق أو بأسلوب حق الانتفاع ولازم الدولة توضحه أن إتاحة الأرض بيبقى منظم حق الانتفاع وبيجي المستثمر يبني ويمشي فدي قصة لازم نكون إحنا فاهمين ويحاول استثماراته بالدولار فدي حال عندي كم منطقة عندي خمس منطقة زي ما علم رئيس مجلس الوزراء هم 14 مدينة في عمل على سحر البحر الأحمر وسحر البحر الأبيض المتوسط الاتنين مع بعض عندي فيه شغل كويس قوي في منطقة حلاب وشلاتين والنطة دي عندي فيه مدينتين لوجستيتين يعني مناطق اللوجستية بتتعامل على الحدود سواء فيما يخص الحدود مع أراضي الفلسطينية المحتلة سواء فيما يخص الحدود مع ليبيا سواء فيما يخص الحدود مع السودان لأن دي مناطق هتتحول اللوجستية لمناطق تجارية انت عايز إياه سودان من عندي تفضل دي مناطق اللوجستية الشر اللي انت عايزه وارجع بدل ما تيجي عند القاهرة وتعمل تعاقداتك أو قصة دي كلها فدافك ركوز جدا في توقيت انت محتاج بنية تحتها يوعد تأهيلها من جديد البلد كانت مترهلة في مرحلة من المراحل النهار دا انت تحط النقط في محلها وبتبني وبتطور في توقيت في أزمة اقصادية داخلية وخارجية وده فعلا اللي مخلي دولة كبيرة مثل ألمانيا بتهالتولي اهتمام كبير الآن في النهاية كل يأسة مرات في مصر وهي من دول تجمع البريكس يعني فأكيد احنا على خطة فيما يخص الألمان ضمن دول المجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى هي جاي لنا لان مصلحتها عندي انا بقولي المصانع بالغاز بقولي المصانع بالنفط التكلفة الانتاجة عندي قليلة بولكس فيجنس عملاق صناعة السيارات في العالم بقوله انا مش هشتغل عندك لان تكلفتك كتير لألمانيا فجاي عندك في مصر سيد محمد عبو عاصي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية نورتنا وشرفتنا وتحليل كده صباح الخير على حضرتك صباح الخير عليك شكرا للمشاهدة للمصر